اشتركوا في القناة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن العيش في مملكة البحرين يمثل تجسيدا عمليا لهذه الآية الكريمة فقد كانت البحرين وما تزال بحمد الله ملتقا سمحا لمختلف العقائد والأديان والمذاهب والأفكار التي تعايشت وتمازجت بسلام وأمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ندرة ندرة لآلئها الثمينة زارها الإمبراطور الأول جيلجاميش مرسلا من الآلهة بحثا عن كنز دفين هي أرض الثقافة والتقاليد العريقة والتاريخ الزاخر اسمها الأول قديما دلمون وهي اليوم مملكة البحرين من هو الآخر؟ هل الآخر اللي تختلف ويا أنت في الرسالة أو في الدين؟ هل الآخر اللي تختلف ويا أنت في المذهب؟ هل الآخر اللي تختلف ويا أنت في اللقاء؟ هل الآخر اللي تختلف ويا أنت في الثقافة؟ في وجهة النظر؟ هل أنت الآخر هل أنا الآخر فهناك اختلافات يجب أن نتقبلها يجب أن نحترمها يجب أن نتعيشها وهذا ما يجسده فكر سيدي حضرة صاحب الجلالة اللي انطلق ابنا إلى الفضاء الأرحم أرض البحرين هي حاضنة لكل الحضرات ولكل الأديان فإحنا موجودين في هذه المنطقة كيلو متر مربع تقريباً في هذه المنطقة بيجمع ما بين الجامع والمأتم والمقابر المسيحية والمقابر الإسلام والكنيسة والمعبد اليهودي والمعابد السيخ ومعابد السيخ ومعابد السيخ لدينا موسكة للمسلمين لدينا مجلسة للمسلمين ونحن لدينا أحد أفضل غردوارات التي ترى اليوم للسيكس جميعا نحن جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في إطار شخصيته ومتمتعا بخصوصياته كاملة من غير نقصان على أساس من الثقة والاحترام المتبادل بين الجميع ومنبثقا من رغبة أهالي البحرين فالتحالف لخير الإنسانية وتعميق التفاهم بين الأديان والمذاهب وترسيخ القيم الإنسانية وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي كما نص على ذلك الميثاق الوطني والدستور ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر تتعرض لنفس الحرارة والضوء من مصدر واحد وهو الشمس كلما زادت هذه التنوع في الحديقة زادها جمالا نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة